مساء الخير أهلاً وسهلاً بكل متبعي بالبريس يصرنا هذا المساء أن نستضيف السيد سعدين العثماني رئيس الحكومة المملكة المغربية والأمين العام لحزب العدلة والتنمية وأيضاً منصق الأغلبية الحكومية يأتي هذا اللقاء في سياق فيه كثير من القلق فيه كثير من التساؤلات فيه كثير من ربما الأسئلة الحارقة التي نريد من رئيس الحكومة هذا المساء أن يضع النقطة الحروف والأكيد أن السيد رئيس الحكومة له كل مؤهلات المعرفية والمنهجية وأيضاً والصادقة لإعطائنا أجوبة صحيحة وصادقة خصوصاً في ذل واحد السياق لكثير في تضليل الإعلامي كثير في الإشاعات الإخبارية والمعلوماتية أكثر مما هو الخبر الصحيح الخبر المستند على معطيات إذن أهلاً وسهلاً بك سيد رئيس حكومة محترم محباً شكراً جزيلاً أولاً تنشكرك كثير لإتاحة هذه الفرصة لجريدة ربما أنها شابة طيب حل عمر الحكومة عندكم عامين هي عندنا عام إذن بداية نشكركم ونتمنوا أن هذا اللقاء يكون لقاء توضيحي لمجموعة من القضايا للشعب المغربي قصة يعرفها أولاً هذا اللقاء كما قلت في مقدمة السيد رئيس الحكومة يأتي في واحد جو ساخن إحنا جينا من الشارع محمد الخاميس تقريباً هذا الثلاث أيام هناك احتجاجات متعددة الأساتذة للأكاديميات التي كانت تسلمون من بعقدين كان صيادلاء كان أطباء وغضاء جو أحد الخبر كان احتجاج القابلات يعني السيد رئيس الحكومة كانتهم كرئيس حكومة ومسؤول الدستوري عن السياسات العمومية كيف تتقرأ هذه الحركية التي تعرفها المجتمع المغربي على مستوى الاحتجاج أولاً نشكرك على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة لنضح بعض الأمور كان نظر أنه أولاً احتجاج ليس جديد في الشريع المغربي منذ أنا من النهار كنت عرفت السياسة والاحتجاجات موجودة وشريع محمد الخامس يمتلئ مرة مرة ونقول اليوم بأننا عندنا واحد ما بين 25 إلى 30 وقفة احتجاجية أو مسيرة أو شكل احتجاجي آخر في المغرب بمختلف جهاته ومشي اليوم فقط منذ سنوات طويلة ما كنتظر بأن هذه يجب أن ينظر أيها عن أنها دارة سلبية هي كتعكس إذا بغير نقوله واحد الحاجة والانتظارات لبعض الفئات ولكن أيضاً كتعكس ديناميكية وأن المغرب مفتوح وأن الفئات التي عندها الانتظارات يمكن تصل لصوتها وأنا كنتظر بأن هذا شيء إيجابي وبالمناسبة هي أوليس خاصة بالمغرب ما نظر نشوف في جنوة الجوار كان شيء دولة التي لا تعريف عدد من الاحتجاجات المتواصلة كتعكس انتظارة ديال فئات معينة أو حتى مناطق أو جهات معينة لكن في المقابل خلص نشوفه أحد الجهة أخرى ديال بحليل عملة داتوا وجهين هذا وجهه ولكن نشوفه الوجهة أخر المغرب اليوم بجي هو المغرب عشر سنين الحمد لله على المستوى البنيات الأساسية على المستوى استقرار دياله على المستوى الأمن على المستوى الاقتصادي على المستوى عدد من المجالات هناك هناك تقدم هناك إنجازات مهمة هذه للمغرب هذا علاقة فقط بها الحكومة هناك أمور عديدة دارت على المستوى الحقوقي على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي يمكن نقول هذا الشيء ما كافيش يمكن نقوله باقي هناك نقص في بعض المجالات وارد هذا الشيء كل شيء صحيح ولكن لا يمكن أن ينكر منصف أن المغرب دار واحد مجموعة الخطوات مهمة في الطريق الصحيح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وحقوقيا نعم السيد الوزير لا أحد يناقش أن المغرب بالحمد لله أولا ينعم بالأمر والاستقرار وهذا مقسب مهم جدا المغرب لا أحد يشك أنه عرف خطوات متقدمة في كل المجالات المؤسساتية على مستوى جميع المؤسسات جميع الإصلاحات عميق وخاصة بنية التحتية ولكن احنا تنقل للإحتجاج من الطبقات الحكومة الآن ما تبتخش فيها قرار خصوصا وأن هذا الإحتجاج الذي كان في المغرب راه تشوفه ما يجري في المحيط الأقليمي خفنا احنا أن هذا الشيء عندكم مثلا المشكية دي الأساتذة اللي طلبوا مني باش نسوي لكم بنقوسين المتعاقدين وزنزانة سعود طلبوني قالوا بغير السيد رئيس الحكومة يوضح موقفه لماذا الحكومة كانت قرط نهار 23 أبريل حوار وفي الليل صدر بلاغ عن وزارة طلبة وطنية يلغي هذا الاجتماع أو الحوار كالأقل نخلوه مع 70 ألف أستاذ الحوار وأنت من من السياسيين المغاربة المعروفين عندك هذه الميزة أنك رجل حوار حوار رجل تواصل لماذا السيد رئيس الحكومة الحكومة لا تقلش مع هذا الناس شوف نقول لك أحد القضية أولا كل حاجة فيها حقوق واجيبات نحن الآن اهتمام دينا على التلاميذ وعلى محاولة التلاميذ اليوم مجموعة قليلة ولكن حتى وما خصنا نحلل لهم مشكل لأن التلاميذ كلهم التي تعنيهم هذه القضية دي التوقف الجماعي عن العمل والإدراب قريبا 7.8% دي التلاميذ كلهم بعض المندوبين الإقليمين وبعض الجهات وبعض الأكاديميات وصلت إلى حلول تقريبا حلت في المناطق لها بعض المناطق هناك تأخر دي الاستدراك وخصوصا أن هؤلاء التلاميذ عندهم قريب امتحانات فلذلك نحن مصبين على التلاميذ والاتفاق والاتفاق الذي كان هو يدخلوه الأستدراك ومن بعد نشوفه من خطوات أخرى للحوار فالوفاء يجب أن يكون من الاتجاهين والالتزام يجب أن يكون من الجهتين الشي اللي فهمتنا من بلاغ وزارة الطبيعة الوطنية وهذا الشي من التزمين فيه وغادي نمشي فيه نعم في حالة ما دايما السياسي يعمل اليوم نحن يشوف مجموعة من المنصق التنصيقية أكدوا لنا أنه لا تراجع عن إدماج وغايمش بعيد واش الحكومة الآن يعني فعلا كان هيبة المؤسسات هيبة الدولة أنا متلقق معكم كان تشي هيبة هادي استراتيجية فهذا لما سمح لي سمح لي لما هذا داره امتحان داره مباراة وقعوا له التعاقد لفيه أن هذا العمل دي لهم جيهوي هادي بالنسبة للحكومة لا تراجع طيب انتهى هذا شيء قلناه في بلاغ رسمي وقلناه واضح لأن احتى قانونيا لا يمكن نهائيا لأن هذا العمل دي لهم مع أكاديمية جهوية معينة وانا نقول لك واحد القضية أخرى ما يمكنش أنا نقع بحركة يوقع لي في بعض المؤسسات الصحية لا أحد يريد أن يداب إلى مناطق بعيدة واش هذوك المواطنين ما عنده بش حق هذوك التلاميذ ما عنده بش هذوك المواطنين تطبيب كيف يمكن لحكومة تطلب منها العدالة المجالية وانت درتي على التفاوتة المجالية وتحيد يا جميع لأدوات العدالة المجالية ما يمكنش العدالة المجالية عندها أدوات لما يبغيش نشيل الورزازات يدوز المباراة للضر البضاء صاف انتهى نعم ولكن رغم ذلك نحن نبحث عن في المستقبال كيف لاش نديره نشيل قوله الحلول الإيجابية في هذا الإطار فلذلك احنا مبغيناش نغلقوا الباب مبغيناش نغلقوا الباب ولكن رغم ذلك وانا قلت دابا الآن تركيز ديالنا على التلاميذ وعلى الاستدراك وعلى اتمام السنة بخير البقي غاد نجيوليهم ولكن سيد رئيس حكومة يعني المنظومة المنظومة التربوية مبنية على على التلميذ واستاذ إدارة صعيب باش الحكومة تركز عن تلميذ دون ان تركز على الاستاذ صعيب باش نجرو هدى المعادلة الصعبة الان واش الحكومة انا كنتذكر وعلى هدى الشهر ديبا ما هو عموما تركز على الاستاذ كان حضر زمني خطير لان خطير خطير لانه يعني تلاميذ وكل تلميذ وخ واحد وخ تلميذ واحد احنا ما 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 مشيك نسخا باش هدرت زمان ديالو لا السيد ولكن ولكن هذه امانة عندي طلبوا منا مجموعة من المنصقي احنا قسم تقريبا دو وزرعات المنصقي وطلبوا مني هذه امانة تخصم بكل صدق وامانة تطلبوا من تدخل السيد رئيس الحكومة عند وزير طربية على الاقل هو الحوار انا عاود نشوف وزير وطيق في ان تقبية بامانة انني انهار يعني هذه البلاغ ديالوزراء كان صدمة تقبية السيد الوزير انت بصدق وهذه امانة عندي طلبة اقرأ عندي وقال لي بلغت شي انهم قادرين الطلبة او الاساتد اللي الان اللي كانوا متعاقدين باغيين الحوار وباغيين التفاوض وباغيين اخراج هاد الوضع من هاد ازمة والسيد رئيس حكومة تحملوا المسؤولية اولا الدستورية سياسية والاخلاقية وشوفوا في رسم نعود انتشور انا والسيد وزير التربية الوطنية وانتمنوا يكون خير نعم السيد رئيس حكومة في نفس الوقت هذه الاحتجاجات تدل على حرقية المجتمع المغربي وعلى وضعية حقوق الإسان الممتزة في مجتمع غير دموقراطي لا يمكن ان نرى هذه الحركية والدينامية ولكن يجبوا ان تؤثر يعني ايضا تزامن تزامنت هذه الاحتجاجات مع الدخول الدخول السياسي والبرلماني والتقفية السيد رئيس الحكومة ان هناك قلق انش مجموعة من الباحثين من السياسين يعني هناك كنت يسمي العبات او القلق شفنا الان كيف تمت عمليات انتخاب رئيس مثل النواب لا يعقل في العالم معارضة معارضة تصوت الاغلبية وهناك برلمانيون ينتمون الاغلبية صوتوا مع ممتانعهم الان يعني هالدخول الدخول السياسي والبرلماني بان انه في شي حاجة لمغادة السليمة بينك تعطينا القراءة ديركم للدخول السياسي والبرلماني المغربي الحالي واولا القلق وسمة العصر وسمة هذه المرحلة في جميع دول تقريبا فأنت تشوف ما يقع في عدد من الدول بما في هذه الدول متقدمة هذا القلق نتيج على عوامل متعددة لكن الدخول البرلماني لماذا القلق الدستور يعطي لجميع البرلماني الحق في الترشح وفي التصويت السري وخ أنا لا أعرف كيف ارتاح المعارضة صوتة الأغلبية وعلى صوتة المعارضة فلذلك مدام هو التصويت السري لكل برلماني الحق بالعكس في كثير من دول العالم في ديمقراطية كبرى كان كثير من برلمانيين صوته ضد قرارات الأغلبية أو ضد مقترحات الأغلبية من الأغلبية أو من المعارضة المعارضة نتكلم عن انتخاب رئيس مؤسسة دستورية تقريبا رئيس مثل النواب السلمال لا رئيس نواب ستطلع الأغلبية بالعكس جاب أصوات كاملة ستطلع الأغلبية أنا أنت تقول المعارضة وجزء من المعارضة حتى المعارضة يمكن تصوط لي لا لماذا اسمح لي في كثير من الدول رئيس مجلس النواب يختاره من واحد إنسان حكيم يمكنني ما يكونش قاع من الأغلبية ويصوط لي الأغلبية المعارضة لا سمح لي ما خصناش تاني ندخلوه السياسة السياسوية لماذا المعارضة أنت ما لأسف وده بهم زيان معارضة سهولة أنا ما كان جابش باقي مكان المعارضة فعلا كانت الأقل كان عندها الجراء كانت تقدمت مرشح ولو من ناحية الشكلية الديمقراطية نحن الآن ناس تبا وجدت سؤالنا ده با أنا رئيس الأغلبية نعم ماشي المعارضة تبا سأجعل المعارضة فلذلك هذا سؤال عرض شو المعارضة وسهولة وأيضا في نفس ولكن هذا لا يطرح وإشكالة كبيرة نحن نضيره مشاكل حيث لاي مشاكل طبيعي غيرت قلقوا لأن أي حاجة نريد أن نعوجها هذا الانتخاب عادي جدا لا حنت نقوله نترك عارف من ناحية الدستورية الدستور في الفصل العشر أعطل المعارضة اختصاصات مهمة جدا نحن نتمنى وأن الآن من بعد في الحكومة التانية في دل الدستور الجديد اسمه اسمه السلوك والعمل البرناماني الآن حنت نشوفه ولا شوية دي التراجع بنقوسين أنا كملاحدة ومتبع يعني أتحمل المسؤولية فيما يقول كين تراجع والآن تنقول مش الأغلبية الأغلبية من حقها ولكن المشكلة الآن في المعارضة اللي ما استطاع شاء الله أقل حتى حتي باستقرار مع الأسف ولم يخرش من القاعة بل بقية جالسا هذا نوع من السلوك اللي لا يليقوا بمؤسسات السورية في القرى 21 نوع من الوضوح ونوع من المسؤولية بالنسبة للأغلبية سيد رئيس الحكومة الأغلبية الآن في هذه المشكلة دي التعاقود وأيضا حتى في مشكلة رجعوا شوية دي المشروع القرى الإطار فيها واحد الخلاف فيها واحد كين خلاف وأنا عندي معطيات أنكم الآن فعلا تقفضون حزب كبير يوخ بسوعة عشرين فيه فيه اللي يمكن التحكم فيه يمكن كله فيه هكاك عنده موقف السيد رئيس الحكومة هذه المشكلة دي المشروع دي القانون الإطار باقي فيه مشاكل كيفاش هتضبروها في كل حالات الوضع إلى لكم هتكون سهلة سواء صوتو هتأدو تمان ما صوتوش عليه هتأدو تمان أعون عليك شوية كل شيء تدير فيه مشاكل هذا نقاش صحي أنا لماذا لا تقول أنت كباحث هذا البرلمان اللي فيه هذا النقاش والرأي والرأي الآخر مرة تقول لي المعارضة علش كتصوت مع الأغلبية مرة تقول لي علش كتتنقشو والحدة دي للنقاش هذا شيء غير مفهوم ليس هناك حزب ديمقراطي في العالم ليس فيه نقاش ليس فيه أراء مختلفة بل بعض الأحزاب قاع الأحزاب الفرنسية وأحزاب في الدول أخرى دار التيارات داخلها ويمكن تختلف كتير من الأمور وليس هناك أي مشكل علش كنديرو مشكل حيث لا مشكل كون النقاش ساخن كون النقاش غضي طول بالعكس هذا صحي وشي وحدين مع هذا الموقف وشي وحدين مع هذا الموقف وادشي كنحسموه ديمقراطيا وكنحسموه بالطريقة وكنديرو فيه الحوار الطويل حتى ندققه أنا لا أظن بأن هذا يطرح أي مشكل كثير من القوانين في دول ديمقراطية كبيرة الأحزاب ديالها بقد في النقاش الساخن داخلها داخلها ودوزت هذه القوانين بصعوبة ولكن هذا كيعكس حيوية كيعكس أن الناس عندهم الحرية ديال الرأي لماذا أنت تنظر علش بغيتين أحزاب تكون ستالينية حتى وحد ما يفنفن تا وحد ما عنده الحق سيقوم غد يمشي والناس في حالهم السياسة كيف يمكن نوبل السياسة شنو هو هو الواحد اللي عنده واحد موقف يكون عنده الحق يعبر على الموقف يقوله بصراحة لا يخشى عقابا ولا يخشى سيرد فعل هذا هو النوبل ديال السياسة فلذلك إلا كان هذا شيء يجبنا نصفقه يجبنا نقوله مزيلا هذه الممارسة السياسية عندها عمق تلقى الحلول وجامعة الأمور هذه القولها الحلول إن شاء الله ليس هناك أي مشكل فيها مثلا ناقش نبدأ مثلا نقول في الدول الديمقراطية الدول الديمقراطية كان صراع ديال البرامج ديال الأفكار لدينا مؤسسات ديمقراطية حتى نعرفوه أن أحزاب ديالنا المؤسسات تعيشوا انتقارا ديمقراطيا تتعيش تمرين ديمقراطيا ما تقارش ليا نخب ديالنا بفرنسا الآن أنا أقول لك أعرف أن المشكل ربما اللي يقتل أو يسيء السياسة هذه ما كانت استقلالية ما تنعممش عامة عند الكل تعرفوه الآن أنه الآن هذه المشكلة ديال مشعور القرن الإطار يعني مصريا ما فيش مشكلة مصريا ما فيش ولكن في حسابات سياسوية وانتخابوية بينك رئيس حكومة الآن تتحمح المسؤولية واشتض زعمها فأنا كمسؤولية كرئيس حكومة ودعناها في البرلمان نعم ودعناها في البرلمان ودعناها في البرلمان ونستقل البرلمان أراكنا ندبره رحمة شي قانوني يالله دوزنا جوج قوانين أمس في مجلس المستشارين بعد مجلس النواة بإجماع أغلب القوانين كي يصوت على برلمان بالإجماع القوانين اللي فيها اختلاف الرأي نتحملوا هذا الاختلاف الرأي ما كان مشكل أنا ما لا أفهم كيف أنت تريد سياسة حية تريد سياسة فاعلة ولكن ميتة على موضح السيد الرئيس الحكومة الآن أننا نحن نشوفت شون هدف دينا نحن ماتبوش نتخص العمل السياسي نحن الحكومة دينا الحمد لله هي مرآة الشعب المغربي والتحدي الحقيقي ما شير بين الأحزاب المغربي التحدي هي الفقر الإرهاب هو ما يضروح حولها الحمد لله الآن السيد الرئيس الحكومة الآن في هالدخول السياسي وفي الدخول البرلماني صح الحكومة ديركم دي الأبريل 2017 قلتم في صح ديركم أن الحكومة قد تعمل فيما في كل ما في وسعها لأن تكون حكومة إجتماعية بامتياز الآن تقريبا عامين وشي حاجة هناك القلق الشق الاجتماعي عن الحكومة دير السياسي سهلاتنا كين قلق الفساد البقية المتاشر يعني المعيشة مرتفعة يعني الأجور شوف أنا أقول لك واحد القضية نعم إذا رجعت أي صحفي في 2003 2005 2007 هذا ينقى نفس الكلام كيف يتقل نفس الكلام والقلق الاجتماعي كان دائما ومحمد الخامس كانت فيه ما فيه التظاهرات من النهار كنت وانا كنت في المعارضة وعقل كنتيني سنواتا بعد سنة كنت دائما الشكاوى على المستوى الملفات الاجتماعية لا بخصنا انتقلوا إلى المستوى آخر عشنو هو قل لي وعدته في المجلس الحكومي في البرنامج الحكومي بالنقطة كذا واش درتبع أنا غنجو غنجو التدخل لا أسمع لي لا أخذ محلي لماشي انتها غايت تختار لأن البرنامج الحكومي دي لخمس سنين أنا هذا عامين أركزت على أمور درناها هذا هو المهم واش كان تقدم هذا هو المهم كيف المؤشيرات نحن بطبيعة الحال بمؤشيرات وشانا ما غد نعطيك مؤشيرات حال مثل البطالة بطالة صرحتك في التصريح أنكم ستصلها إلى 8.1% 8.5% الآن حسب التقرير دي المندوبية السامية الآن كانت 9.1% نقصنا أرى تنقصنا 0.6% لا تنقل من 2017 إلى الآن يعني النسبة البطالة تقدمت لم تتراجعت لا بلاكس تراجعت تقريبا 0.3% خصوصا عند الشباب مهم شوف الإصلاحات العميقة اللي درناها تصنع مرتبطة بالشق الاجتماعي وأنا كنقول ربما هذه الميزانية دي 2009 هي من أكثر الميزانيات الاجتماعية في المراحل الأخيرة كلها لأن هي من الموسى وإلى أخذنا غير التوسيع دي التيسير لننتقل من 700 ألف شخص المليون ومئة ألف شخص من 600 مليون درهم جزء مليار ومئة مليون درهم لو لم يكن إلا هذا البرنامج التوسيع دياله كان كافيا ولكن جميع البرامج الاجتماعية لم يكن أي شيء برنامج الاجتماعي إلا وتزد الميزانية دياله وتوسع الناس منحة طلبة وهذا شيء مهم منحة طلبة تزيد سنويان 31 ألف ودية الأرامل قاعد لبرامج الاجتماعية ولكن أيضا هناك مبادرات هذا الطبع الاجتماعي قمت بها الحكومة وتهم الطبقة الفقيرة وتهم الطبقة المتوسطة تعميم البدء الآن ربدينا في المشاورة تعميم تغطية الصحية بالنسبة الميال الحرة التي تعني 1.4 مليون مهني والذي إذن دوي الحقوق يعني 10 مليون هذا هو مشروع استراتيجي لأن كثير من الناس في كلفة الصحة هي الكبيرة في كلفة الأسرة إذا استطعنا يدخلوا التغطية الصحية سنخفع لهم 25 حتى 30% من المصارف لهذه الصحة فهذا الأوراج هي أوراج استراتيجية وعميقة ولذلك الآن نشتغل بجد لإخراج السجل الاجتماعي الموحد اللي غد يخلي جميع البرامج الاجتماعية لأن هذا واحد الإصلاح استراتيجي جميع الحكومة المقبلة غد يعطيها أداة بش البرامج الاجتماعية تنشي للمستحقين ديالها فعلا وهي عندنا حوالي 139 برنامج اجتماعي وفيها إما الدعم المباشير إما تغطية صحية إما دعم غير مباشير ولكن بآليات ودوات أخرى وهذا سجل الاجتماعي الموحد للمجلس الحكومة صدق على مشروع القانون دياله وسيحل على البرلمان قريبا لأن فيه وحد شوية تدقيقات مع بعض مؤسسة دستوريا لأن هذا المشاريع اللي هي استراتيجية تخضع التشاور موسع موسع وكل شي يعود يشوف من الزاوية دي التخصص دياله ودي الاهتمام دياله باش نخرجوه بدون مشاكل في المستقبال هذا إذا خرجناه غادي يقول لي واحد توجيه جديد العمل الاجتماعي ككل استدرس حكومة فلذلك هذه تقدم نعم وهذه مسائل فيها وعود خاصة دقيقة في البرنامج الانتخابي وعدنا به السوية الوضعية ديال الممرضين اللي هو من أكبر القائد أو لا توسيع المناح مش تشمل متدربة كويل يعني أيضا السنة الماضية تعطت 11 ألف تقريبا السنة الدراسية الماضية هذه السنة يمكن نوصله حتى 60 ألف ديني بقى ما وصلنا هاش ولكننا نتقدم لأن كل سنة يتطور الآليات والأدوات ديال الاستفادة والسهولة ديال الاستفادة ديال المتدربين ندر فيها 4 ألف قسم على مدى المغرب وهذه تحملت الدولة المسؤولية دياله أو درت شراكات بجهات متعددة بما فيها الجهات بما فيها جماعة ترابية بما فيها جمعيات أو مجتمع البناني متخصصة بما فيها مؤسسات أخرى هذا رأيها عمل أرى ماشي سهل وهذا الشي كنت تبنى تدريجيا اللي بغى إصلاح شامير مرة واحدة لا ما يمكن أرى ما يمكنش لنا أرى إحنا نعتدره ما يمكنش ولكن اللي بغى نتقدمه في عملية الإصلاح تدريجيا نعم محاربة الفساد لأن نجبتي محاربة الفساد محاربة الفساد اليوم مؤشير ديال محاربة الفساد مؤشير ديال ملمسة رشوة ديال جمعيات الشفافية الدولية ترنسبرانسي انترنشنال هذا تقدمنا في 17 رطبة ماذا سنتين لأول مرة في تاريخ المغرب كنت تقدمه إيجابيا سنتين متتاليتين بطريقة إيجابية بقى موصلناش لك شيء يبغيناه لكن كنت تقدمه هذا بالسبب ديال عدد من الإجراءات أو المشاريع ديال القوانين اللي تصدق عليها والتنشرات أو واحد المقاربات أخرى اللي علنع لها وده بالحمد لله بعد أن أعين جالة الملك رئيس ديال هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة هذا غادي يكون سند أكبر لعمل ديال الحكوم من خلال الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الرشوة هي أورش صعيبة ماشي سهلة لكن كنت تقدمه فيها شوية بشوية الأورش الاستراتيجية النتائج ما تكونش آنية تكون على مستوى المدى البايد الحكومة الآن لا المتوسيت المتوسيت الحكومة الآن عندها عندها الإصلاحات كل إصلاحات الشعب بغيش حاجة وكين إصلاحات العميقات كان ديرهم بجوش نعم نخرج لقضية النمو الآن في صريحة الحكومة قلتوا أننا نوصلوا تقريبا من 5.5 نقلنا 4.5 إلى 5.5 الآن حسب نقرة تقرير خبراء الاقتصادين يقولون أن اليوم هاته السنة كان يكون تباطل كبير في النمو الاقتصادي لتأتي الأسباب أساسية أولا موسم فلاحي ثانيا تراجع الهيبات ديالدول الخليج وثم ارتفع مفقات الاجتماعية اليوم كل شي باريس سعد العثماني رئيس حكومة يزيد فيه ما شوف أنا أقول لك السبب الرئيسي ماشي هتلاثة الأسباب تكون صراحة ما كانش تراجع الهيبات لأن الهيبات كملت هاته كانت على مدى خمس سنوات مليار كل سنة نساعد خمس سنوات دمام ما كانش تراجع هاته كانت في واحد الفترة معينة كان قرار ديال مجلس التعاون الخالجي والدول دياله الله جزيهم بخير كملها يتصفي هو في الحقيقة السبب الرئيسي هو الضرفية الإقليمية والدولية الضرفية الإقليمية كانت تباطئ في الاقتصاد العالمي وشبغتي المغرب هو خارج العالم لا يمكن كانت تباطئ في الاقتصاد العالمي كانت واحد زيادة نسبية ديال أسعار ديال النفط وديال الغاز بقي ما عندهش تأثير كبير ولكن غاز يكون عنده تأثير إلى استمر الموسم بفلاحين قصو ولكن واحد شوية توقعات الآن 60 مليون قنطار وعادة تكون 70 مليون قنطار هذا التراجع النسبي المهم وهذا السبب دياله التراجع النسبي ولكن المواد الفلاحية الأخرى ما فيه تراجع لأن التراجع في البور أما المسقية واللي عنده عناية واللي كتتسع للأراضي المسقية دياله ما فيه هاش تراجع فلذلك هاتش استراتيجي دياله لا فيما خص إعطاء قيمة أكبر الصناعة ولا إعطاء أكبر للأراضي المسقية في مجال الفلاحة هذا يخلي النمو دي المغريب وإنتاج الطروة في المغريب ما تأثر أقل بالعوامل المناخية ولكن التأثر بالعوامل المناخية يمشي تدريجيا يقل كل سنة واحد نسبة على حسب هذا الجهد الذي يتم وخص نقوله وخص تقول بأن الحمد لله على المستوى الإنتاج الصناعي تساد صادرات المغريب في جميع المجالات الصناعية في جميع القطاعات الصناعية تزاد لما تزاد قليل تزاد كثير أصبح المغريب اليوم أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا في الوحدات الصناعية أصبح كيزيد كل سنة والحمد لله أصبح هناك ثقة في المغريب لأن لكي تأتي شركة كوبرا وتستمر في المغريب منذ ثلاث أيام استقبلت مجموعة الصينية كبيرة التي سيقوم بعمل في القنيطرة الجنطة العجلة للسيارات وهذا من أكبر المنتجين في العالم ثالث في العالم وبما جاء المغريب يمكن يقفز إلى الرطبة الثانية وفي تنافسين مع منتج آخر جاءوا وعندوا معمل في طنجا اللي يصنع نفط الجنط اللي كان غادي تقدم فجاء هذا بأجي نفسه هناك واحدة حركية وحيوية في الإقبال علماء هذو مديرين اشتقى في المغريب غيرها ككعبة دين افتقى في المغريب لأن هناك جهد جهد تم أولا باش يجيوا ثانيا لتوفير المناخ العام للمقاولة عموما وللمستثمرين عموما وأيضا استقرار والثقة أيضا استقرار والثقة ما تنسوش بأنه الجهد ليدرنا باش في مناخ الأعمال باش نتقدموه في مؤشر مناخ الأعمال الدولي باش نتقدموه وقفزنا واحد تسعاد المراطب في سنة واحدة اللي هي 2018 وإن شاء الله في السنة المقبلة ردينزيدوا شوية باش نصروا لهدف اللي قلنا في البرنامج الحكومي اللي هو أن نكون من الخمسين الأوائل في العالم من حيث سهولة مناخ الأعمال والتيسير العيش للمقاولة وللمستثمرين سواء كانوا مغاربة أو أجانب هناك أهداف الحكومة رأيها رؤية واضحة في مجال الاقتصادي في مجال الاجتماعي في مجال السياسي وحقوقي عندها أهداف واضحة وهي تصير الأهداف تدريجيا رغم الصعوبات بالمناسبة رغم الصعوبات ورغم أن كثير من الدول لا ننسوش بأن الدول الإقليمية بجوارنا عندها علاقات قوية من المغرب هذه السنة سيكون قل من صفر في المئة من نسبة النمو سيكون تراجع فإذا هذا السياق هذا الحمد لله صحيح أنه كانت تمنى ونديره كثير وبعض المؤشرة باقي ما تقدمنا فيها ذلك شي الذي كانت تمنى ولكن إن شاء الله عندنا النية وعندنا باش نتقدموا فيها وباش ننجحوا فيها بإذن الله التعاون دي الجميع بطبيعة الحال صحيح لكن المدونيات يلاحظ أن سيد رئيس الحكومة الحالي ربما أن نسبة المدونية طلعت ونتم في تصريح ديركم برنامج الحكومي قلتوا أننا سنحاول في الولاية وخاعدنا عامين ونص أن نسبة المدونية هي مكلفة المغرب قد تراجع الآن تنشوفوا أن المغرب الآن كل يقترضوا كثيرا وهذا إذن مؤشر شوف أنت باحث سنعرف هذا الشيء في التوازن أولا نقترضوا ونخلصوا المدونية الآن تقريبا متوقفة مو أندو تقريبا 65% أقل قليلا من ناتج الداخل الخام نحن المدونية هذه ثلاث سنوات ما تبقى لا تزيد الوثيرة لأن وخان نشد قرض سنخلص قرض أخرى هذه تانيا منسوش بأن الإصلاح العميق الذي يدار في القانون التنظيمي المالية يكبر هذا الحكومة لا يمكن نقترضوا للمصارف تسير لا يمكن نقترضوا للاستثمار أو لأداء الدين إلا لقيت دين آخر أقل كلفة أو الاعتبار آخر معنى ذلك روخان نقترضوا لا يوجد إشكال كبير لا يوجد مؤسسة اليوم لا مغربية لا مقاولة لمقاولة دولية لشركة متعديل الجزية إلا وعندها أقرض لماذا؟ لأنه عندها استثمارات كتستثمار ولكن الاستثمار موربح وكتخلص به القرد فلذلك هذه آلية آلية عادية ما كايش تسير كل الاستثمار هذه آلية عادية لتمويل الاستثمارات بطبيعة الحال نحن نعوم الآليات هذا الآن سنصدقوا إن شاء الله قريبا على مشروع قانون نعدل به القانون ديال شركة قطاع عام قطاع خاص كي يكون وفق المعايير الدولية الجديدة يمكن القطاع الخاص يقوم بأدوار أكبر فيما يخص الاستثمار وهذا سيكون عنده تأثير لا في الاستثمار لا في دعم المقاولة الوطنية وتحريك القدرة ديالها على المشاركة في عدد من المشاريع هذا الطبع الاقتصادي وإن شاء الله هذا سيفتح المجال ونقول بأنه إضافة إلى هذا من نسوش الذي دعم المقاولة ومشاركة ديال في الاستثمارات الكبرى من نسوش بأنه هذا السنة قامت الحكومة بوحد القرار جري وهو أداء جميع متأخرات متأخرات ديال تفيا ديال ضربة على القيمة المضافة ديال مؤسسة العمومية السنة الماضية هذه الشركة الخاصة هذه السنة 40 مليار درهم تأتي منها الآن ما يقرب من 32 مليار درهم على الأقل 32 مليار درهم الدر والحمد لله هذا سيأتر لأنه سيحرك عجلة الاقتصاد في هذه السنة وعلى الأقل سيمكن مؤسسة العمومية لتخلص الشركات لبقي كي يسالوها بعض الصفقات لو سألوها كانت تصال شركة كبرى أو متوسطة أو صغرى هذا الدين هذا بالمناسبة 15 عام على الأقل باش تكون هذا الدين فلذلك هناك اختلالات بنيوية جتبا وتوارتها ونحن نحاول نعالجوها ونحاول مأدن هناك إرادة قوية باش نمشيوا إلى الأمام نخرج من الشق السياسي والاجتماعي واقتصادي الآن سيد رئيس الحكومة كين فاتح ماي الأسبوع الجاي كين ناقبت الآن معرفناش الحوار الاجتماعي في الغادي هذه أيضا قرية نقابية قال لي السيئة والاتمانية في واحد الميزة أنه أولا رجل إنسات يتي تصنّت لعندك الحق فيعطي لك لما عندك الحق عنده طريقته في علم النفس باش يروضك باش تفهم الآن كين كين هذي الحوار الاجتماعي والناس ينتظروا زيادة وكين رمضان يعني شين الرسالة اللي يمكن أولا توجه إلى النقابية ثم إلى الرأي العام لتينتظر لا أنا لا أستطيع الرسالة للنقابية أنا سنقول نحن النقابات والاتحاد عامل المقاوضة المغرب أراه ممكن تشاوره وإن شاء الله إذا وصلنا لاتفاق أراه ممكن تتعلم عليه هذا الشيء اللي سنقول هو أن نحيي الجميع قبل واحد ماء ونحاوله كل شيء يبغى عنده إرادة إلا كان شيء حاجة قبل واحد ماء كنحيي الجميع لأن الحمد لله درنا واحد المسيرة دي المتشاورات ودي الحوار الاجتماعي رغم صعوباتها ورغم بعض نقول لك كان تعطرات أحيانا ولكن هو مستمر لا يوجد توقف في الحوار الاجتماعي أبدا ومع مرة ما نسمحه نحن نتوقف في الحوار الاجتماعي ولكن إذا تأخر شوية نتيجات أنه ما تمشت تفاهم نحن نتعاونه إن شاء الله لكي نحلوا المشاكل دي البلدنا وأنا متفائل من قدرة الشرائية في رمضان وإن كانت زيادة لتكون عنده حتى تأثير على جيوب المغاربة في رمضان أنا متفاعل بإذن الله متفاعل إن شاء الله نعم إذا نتخرج من الشق العام وندخل الشق الخاص لحزب العدل والتنمية يعني ما نكذبش عليك السيد الرئيس حقوقك من مجلس وولتنا وحد القادم يا أستاذ تنبذنا طيب هو تيبلك تيقول لك أنا الجسم في جي دي واقف شكلا ولكن في العمق تيقول لك في واحد تصدعات ربما خفية ربما تتبع منها 2021 هذا كلام ممكن يكون صادق يقدر يكون ماسي صحيح بينك الآن يعني تعطينا الوضع هي الآن الحالية ديال بي جي دي خصوصا بعد هذه الخارجات ديال السياة عبدالإله بن حيران اللي فعلا تخلق كثيرا أنا نعود أقول لك أنا في حزب العدل والتنمية من نهار كنت أنا من نهار كنت وأنا كنت أمين عم نائب الأمي عم الدكتور وديه ما كان اسمه التصدعات الانشقاقات المشاكيل السقطاء وشي واحد قاعد المنشجيم قضاء على الحزب وقال لك إن تهي الشي دبع احنا موالفين نسمعها حزب عدل التنمية كيتز بالمناضلين دياله ومناضلات دياله جامعا ونقول لك ما عندنا مش مشاكل لدي مشاكل ولكن هي مشاكل عادية التي يعيشها تنظيمية طبعا الحال مشاكل تنظيمية عادية عادية راح نحلنا فروع ديال الحزب حلنا ثلاثة أو أربعة الفروع حلنا كتابات إقليمية لأننا كين مشاكل صحيح واش نحن أدبا نقول لك ما كينش مشاكل ولكن هذه هي مشاكل متحكم فيها لأننا عندنا مؤسسات منتخبة ديمقراطية كتقوم تأخذ القرارات ديالها وفق صلاحياتها كتحرص على الانضباط داخل الحزب كتحرص باش تكون الاحترام ديال المرجعية ديال الحزب وديال المبادئ ديال الحزب اللي هي مبادئ العمل السياسي النبيل وما كتسمح شبه تكون فيه اختلالات لتخالف هاد المبادئ للعمل السياسي النبيل وعموم أعضاء الحزب الحمد لله من خارطين وعموم أعضاء الحزب فرحانين مكونهم أعضاء في حزب عدد التنمية قدرنا الحوار الوطني مركزيا قدرنا الحوار الجهوي ديال ما بدينا كنديره الحوار الإقليمي بدأت بعض الأقالي الحمد لله عموما أعضاء الحزب من خارطين هذا لا يمنع أنه كان هناك اختلافات في بعض الأفكار وبعض الآراء وهناك نقاش أحيانا يكون ساخن ولكن هاد شيء كله لا يضر الحزب هاد شيء يعتزو به هاد شيء يبغيناه يبقى أنا منذ ثلاثة أيام ولا أربعة أيام كنت في أوروبا كان عندنا لقاء ديالجميع فروع الحزب في الدول الأوروبية حضر فيه عدد عشرة يعني كتر من مئة ولا مئة وعشرين شخص تقريبا نقشنا كان نقاش صريح وكان نقاش وكل شيء متشبت بالحزب دياله متشبت بالعمل السياسي النبيل ومتشبت بلاده طبيعة الحال الضواهر بعض الضواهر اللي اللي كتقع فيها الاختلافات إلى آخر هدي ماشي لا تضر حزب عدد تنمية وما مخصش نضخمه هاد شيء نعم ولكن هناك عيدات مؤشرات تؤكد أن الحزب تجي دي يعني شوية زعزع منذ القضية ديال يعني لمزاج تعيين السلع عثماني وعفاء السمن كيران الناس هذيك الوهج اللي كان عدد الناس هذيك التعاطف اللي كان مرحيز بتراجع الآن ولا النوع من الوهن اللي قريبا عدد الناس يقول ديس السلع عثماني راجم زيان خدام ولكن هناك قلق عميق صامت داخل القواعد ديال والدليل أنه ما بقوش يهتمو بالسياسة هذي شي بغيرك صح ولا نتقول دي لا لا هذا صحي ما صحي ما صحي ما صحي اللي ما يهتمش بالسياسة ما السياسة غادي بقاش داخل الحزب وقال لك السلع عثماني ما محكمش في الحزب وهذه أيضا قرية مسؤولين في الأغلبية هو أن الفريق ديال يلكون في البرلمان في اجتماع مع فرق الأغلبية قبل أنه يصوت على المشروع القرية الإطار كما هو ومن بعد تحفظوا على جوج جوج المواد مما يجعل الأغلبية تقول السلع عثماني الآن اسمح ليها أرى جميع الحزب الأغلبية تحفظت على مادة أو جوج المواد في جميع القوانين السابقة حيانا يقدموا تعديل إلى آخر هذا القانون مهم يجب أن نعطوه الإهتمام الكبير لا يوجد مشكل وبالمناسبة تم التوافق حوالي 40 ما تدخل بعد نقاش عميق ليس سهل فلذلك هذا لن يؤثر في حزب عدل التنية وما أسمح لي أسمح لي لا ندير الانتميداسيون بمعنى نلغم حزب عدل التنية تبدأ مواقف اللي ماشي دياله تمح لي كيف اللي بغى حزب عدل التنمية هو هذا اللي بغى حزب عدل التنمية هو هذا اللي بغى حش ممكنش يخلق حزب آخر لا واشنو نخلقه حزب آخر عاوات يقول لك رس سيد أنتم آمين عام ونستقل أغرابي الحكومة عاوات تاني أنتم الحزب يبقاش ينباطح أكتر إلى الحزب الأغلبية اللي الآن تيقول لك أنا أغلبية كيف يفرضوا عليه نعم في بعض الأشياء تيقول لك خسك تمشي تيضي الله يديك مش كيف يفرضوا عليه أنا ما حتاج ما فرضوا عليه شيح يدنها تشير بالكلم فارغ كيفاش أحزب كيف يفرضوا عليه تيقول لك أنت منصق أولا أنا منصق لاخل البرلمان مالأغلبية لاخل البرلمان كين منصق كيكون رئيس فارغ ينصق كل سنة مقدر عملية التنسيق بين الفرق أنا أقول أن أستقل أحزاب عندما نقدّو ثاني الميل والمجاج هذه الأمور إذا الآن الأغلبية منسجمة سمع لي أحد القضية إلا كنحزب العدل والتنمية فيه تعدد الآراء فيه تعدد المواقع ويمكن نختلفه ويمكن نتحملوا هذا الاختلاف ويمكن نقوله بالعكس إيجابي فبين الأحزاب الأغلبية الطبيعية تكون اختلافات فتكون حزب واحد ونسطحوا الحياة اللي بغا يعبر على شيء موقف نقوله لي لا ما تعبرش عليه إذا نتم معكم تدبير ممكن نشوفه تدبير الخلافرة ندبره بطريقة إيجابية وحزب العدل والتنمية حزب كبير أنا ملوخ مسوعة عشرين برناماري ماش يسهل شو سمح لي أنا معماري ما نسنح باش حزب على هذه التنمية الناس يبدأوا يخافوا ولا يمكنش عندهم الشجاعة ولا يمكنش عندهم الإمكان يعبروا على المواقف ديانهم الحقيقية صافي انتهى سهل هنا اللي يبغاش يوحدش حزب آخر يقلب عليه حزب آخر ستاليني حتوعد ما كيف الفنح حتوعد ما كيف ضرح لا يمكن حزب العدل والتنمية في الحرية وكي يعتزب ديمقراطية الداخلية وغادي يستمر هكذا اللي يبغاش حزب خور يقلب عليه حزب العدل والتنمية هو هذا ممناطق مختلفة من توجهات مختلفة من مهن مختلفة من تكوين مختلف من آراء مختلفة طبيعي يكون لانا اختلاف وكي يعبروا على مواقف دي المواطنين اللي هم السوطع لهم فلذلك طبيعي يكون بعض الاختلافات ما كان مشكل ولكن أيضا حزب عائل التنمية من أكثر الأحزاب انضباطا للقرار دي المؤسسات لا نتخذ قرار مؤسسات سافي انتهى نعم هذه مسألة يعني أنا ما اقتنع بها وأعرفه عن ولكن احنا في قيادة حزب عائل التنمية لا نؤمن بالحزب الذي لكي يمنع الأعضاء دياله من الكلام تدبرون الاختلاف الآن لا كان قبلوا الاختلاف وكان اعتزوا بالاختلاف وهذا المعنى الديمقراطية اليوم هو تدبر الاختلاف سيد رئيس الحكومة كاليوم نقاش حول الأربما ذكش اللي وقع في 2017 بعد سيد رئيس الحكومة السابق السابق عبدالله بن كيرن كالنقاش حول ذلك الفصل 47 حول تعديد دياله ربما ربما أنتم كفاعي سياسي متابعين وكالرئيس الحكومة هناك بعض الأحزاب معارضة تطالب إعادة النظر في الفصل 47 كنتم كيف تقرأوا هاد المقاربة إلى الفصل 47 وش ده بالدستور نحادي في غير فصل 47 هذا عنده فهم واحد أن هادو يعود يتخوفه باش حزب آلو تم يعود يجلوه في الانتخابات الجاية وكيقلبوه على شدة راقة باش يكركبوه واسمح لي أنا ما قابلينش هذه القضية ولا مبررة لها والديمقراطية راهية الالتزام والدستور ما شاء نجدون نغيره كل فترة قلتيني خليه الدستور بعضا نطبقوه بضع ولايات نشوفوه وذلك السعاء وذلك شيء ولكن السيد الرئيس الحكومة انتم جوبتم واحدة طريقة ذكية قلتم بأن لصاحب الجلالة الحق بأن يعين رئيس الحكومة يعني ماشي من الحزب لا إذا وقعه إذا وقعه مشكلة مشكلة صحيح أيضا كالنقاش الآن ساخن حول نمط الاقتراع الآن لأنه النمط اللائحي اللي جاء في الفين وجوش كان في صارحة العدو التنمية وفعلا أنه على حزب المؤسسات لأنه انتم تقريبا انتم حزب الواحد يستطعتوا أنكم تفوزوا بدوائر كانت سبعة وثمانية فيها الجوش كلفة ثلاثة وهذه ظاهرة في علم السياسة مالأسف ما خدمناش عليها والقبرى والأحزاب التي تدعي الديمقراطية والحادثية ناجحة في المجال القراوي يعني الحزب عدد التنمية كتن اختلفوا معاه لقد نقولوا أنه فيه وفيه ولكن لا يمكن إلا نعترف أنه حزب مؤسسات وحزب ديمقراطي لا الديمقراطية بين قوسين بين قوسين جاء أه يعني أنا مش كيفاش بين قوسين في المؤسسات وفيها مش الديمقراطية الداخلية وفيه وفيه المحاسبة أنا كنقول لحيو عدد الدم بالعكس هذه العدد تنمية الديمقراطية وكي أمد ديمقراطية كتنين كي ساهم فيها وطيلة العمل لنا السياسي هذا العشرين عام ساهمنا في تطوير في الديمقراطية الوطنية وفي الإصلاح السياسي واللي ما كي يقبلش الآخر إلى فازو إلى آخرين هو لي ماشي ديمقراطي كتنين طيب هاد نظمة الاقتراع توافقنا عليه جميعا في الفين وجوش كان توافق نجي الجميع ده باي لغا نخرجه من نوح استوافق ديال الجميع ولكن هناك نقول لماذا أي مبرر بالعكس هذا كان بني على منطق معين إعطاء دور أكبر للمؤسسات وليس للأشخاص وللبرامج وللبرامج أيضا وقلنا أنا داك بأن هذا كي يعطي كي يقلل دور استعمال المال ما شي كيلغيه وكي يقلل دور استعمال المال وكيعطيه قيمة للبرامج شنو بغينا نديره ماشي فقط للأشخاص فلما فهمتش علاش اليوم غادي نتراجعوا لهذا لا يسألوك أي مبرر وده ما اكسب ديمقراط طبيعا في الحال فرعكين بعض الجيهات لي جاميع الاقتراح ديالك تفكر كلها كيفاش هدا حزبات ما تدير ليه هو أصلا احنا في 2016 ما كناش مع تقليص العتبة من 6% إلى 3% لأن علاش لأن العتبة في 6% كتمتحتها يبتها وفوق باش يمكن يكون شوية الجمعة ديال الخريطة في مجلس النواب باش يمكن الحكومة نشكلها من أحزاب مقلصة لكن طهم قالوا كيف أجد الحزب هذا اسمه خبطه من 6% ما أخدمه أرى هذاك البريكولاج معمول ما يخدمه ضد حزب عالة تنمية اللي يخدمه هو يخدمه المعقول خدمه من معقول مؤسسة حزبية مستقلة حقيقة مؤسسة حزبية فاعلة حقيقة مؤسسة حزبية متواصلة مع المواطني حقيقة وهذه هي المعايير اللي حول حزب عالة تنمية يضخف العمل السياسي دياله والتزم بها ما أمكان هذاك البريكولاج ما غادي يفعش وراه يمكن يجي بنتائج عكسية صحولية لأن هذا الشي في المواطنين وأن تصلوا به بعد المواطنين ونقشنا شوية في بعض الندوات وراه كيف يفهموا فيه غير أنه البحث عن آليات باش نقصوا لهذا حزب عالة تنمية في النتائج الانتخابية دياله الدراسات في علم السياسة وأكيد أنه صعب جدا أن تفزم البيجي دي إلا ديمقراطيا يعني صعيب اليوم باش تقدير هذي البريكولاج أنه حزب يعني مؤسساتي وهو عنده الانضباط الداخلي وعنده منظم حقيقي عنده ملتزمين الحمد لله أقول هذا شي لديك بعض الأحزاب بقر لا أنا تنخل وتنكتبع وأنت تعرف السيد رئيس حقوق هذه حقيقة يعني الآن دور الباحث هو أنه يوصف الحقيقة يدفع الحقيقة ما شاء لأن تشو حتى لا يعطي شي حاجة ولكن أنا أكررها واقع دايما أن البيجي دي من الأحزاب لي قامت عندها مؤسسات وعندها وقاعدة وتشتغل وعندها سيد القرب إن هذا معظمتها شوف ملادنا دارت تطور في مجال الإصلاح السياسي نحص نعطي إشارات ديال التراجع خيار الديمقراطة أو لا نعم السيد سيد رئيس الحكومة الآن وهل الآن بعض الناس أيضا يسولون وقال لي الآن بغينك تسول السيد رئيس الحكومة كأمين الحزب واش يعني الآن تدبه مرتاح والحزب يعني كان في صحة جيدة في أفق 2021 شوف أنا دائما أقول نقول إحنا ما نفكر ش 2021 إحنا نحن نمسؤولي اليوم مع المواطنات والمواطنين على المستوى الاجتماعي المستوى الاقتصادي المستوى الحقوقي المستوى السياسي المستوى الحكامة نحاول ندير جهدنا ننجز أقصى ما يمكن ونخدم بلادنا أقصى ما يمكن 2021 هذا شغل المواطن أنا داك إلا عارض المواطن أتتقي الحزب على التنمية هذا هو حزب على التنمية إحنا المواطن نقرر شي حاجة أخرى هذاك من حق المواطن لأنه أنا ذاك هذيك اللحظات نزيل الصوت ديال المواطن فالشي اللي غادي نقول ولكن احنا ما كنفكرهش ما عندناش الحساب الانتخابي ديال 2021 الآن ما جيك نفكره في الهاجس هل هو الهاجس ديالنا مووس به هذا غير صحيح لكن المواطن يحسب البي جي دي أولا على أساس يعني البرنامج الانتخابي دياله وإذا على أساس أنكم رئيس حكومة هذا ولا أيضا أنكم تدبرون السياسات العمومية وفق الفصل 92 نحاول بروسيس العمومية ما أمكاننا نقول لك واحد القضية مثلا ده بكي شيء على الأغلبية غير منسجمة أغلبية كده وانا يمكن نقول بأنها الأغلبية منذ عشرين سنة هي من أكثر الأغلبية تنسي جاما ما ننسوش بأنها في 2013 فش كنت أنا في وزارة الخارجية تشدر الأغلبية وخروج حزب وقلبون دخلوا حزب آخر وانا خرجت أنا ذاك من وزارة الخارجية وقبل منها كانت كثير من الصراعات داخل الأغلبية هذه الأغلبية معشي هي منسجمة مئة في المياه كي ما ضغينا ولكن على الأقل أنا حريص باش الاختلافة اللي كتوقع داخل الأغلبية واللي متفهمة ومعقولة سياسيان ولا منطقان إلى آخرين ما تنسحبش وممكن تأضطرش في العمل الحكومي هذا هو المهم ما يمكنش حكومة في سنتين تخرج القانون التنظيمي تخرج القانون الإطار ديال التعليم خرجناها حنا كحكومة وعطيناها المحتارة وهو أخضاع المشاورات ودرنا الإصلاح جدري ديال المراكد الجهوي الاستثمار وصدق عليه البرلمان ودرنا ميتاق لا تمركوز ودرنا استراتيجية ديال الحماية الاجتماعية وبقي غدين فيها وخرجنا عداد من القواعد والقوانين الأخرى القانون ديال مشروع القانون ديال الأراضي السلالية رافي البرلمان الآن في اللجنة في مجلس النواب كيتناقش وخرجنا وتقدمنا في تسعد النقاط وباش نتقدمو فيه درنا الرقمنا ديال عدد من الخدمات والآن الرقمنا رغضي نزيدو كل سنة غايتزيد عدد من الخدمات المواطن أو المقاولة في الرقمنا ديالها وخرجنا ودرنا هذك الملفات الاجتماعي اللي هضرت عليها منذ قليل في سنتين ممكن شي اللي كانت الحكومة مشتتا والوزارة مداب زين ممكن شادش يخرجوه لأنه كل شيء أفقي قد دخل فيه ربعة خمسة ستد الوزارات خصال إنسجام فيما بينها خصال تحكيم في نقاط الخلاف هذه شيرة مش عمل بسيط فلذلك هذا الدليل على أن هناك إنسجام أنا كنقول إنسجام مقبول أو أحيانا جيد خلافة هامشة بين أعضاء الحكومة نعم لا حتى همارا يمكن إلا عندهم آراء أخرى مختلفة إلى آخر ولكن الحمد لله كلهم في المسائل الأفقية كنتفاهموا وكنتجمعوا وكنتديروا القرارات ديالنا وكنتمشوا لأننا نخدموا بلادنا ونخدمة المواطن هذا هو المهم مخصنش نضخموا بعض الخلافات السياسية اللي كتكون بين أحزاب الأغلبية اللي هي طبيعية لأن أحزاب مختلفة ببرمج مختلفة بمرجعيات مختلفة باتجاهات مختلفة طبيعي طبيعي وأبغينا شيء الأحزاب تسكتقع تبقاش حياة سياسية طبيعي عندنا خلاف مع بعض لك الأحزاب في عدد من النقاط في المنهجية العامة ديال ولكن هذه خلافات سياسية خارج الحكومة نحرص جميعا نحرص جميعا على ألا تؤثر في العمل الحكومي والشي اللي كي يسألونها المواطنين مخصنش نضخموا واحد تصريح من هنا وقلما من هنا إلى آخر وشي عادي قبل نهاية البرلمج كانوا حيث السؤال اللي أريد أن تنسوك لي قلتم في إحدى تصريحات أنكم الآن يعني اللي جابكم اللي غير يقدر يحيدكم هو جالة الملك وحزب عدلة والتنمية يعني أنتم خدامين ومع أن تشوق غير رسالة إلى بعض الأشخاص شتي الرسالة اللي أريد أن تدون يعني تريد تمريرها من خلال هذه الجملة أنني بسيط بسيط نحن المغرب الديمقراطية ومؤسسات كان عارفوا رئيس الحكومة كيعينوا جالة الملك هو من حقه أن يعفيها أعتى كيعينوا جالة الملك ولكن نفتش يعيني جالة الملك رجعت للحزب والحزب تعامل إيجابيا مع القرار جالة الملك قبل أن يقع ما يعينني حقيقة البلغ الدول الملكي اللي قال فيه لقلبي أنه اختيار شخصية أخرى من داخل الحزب العالم تم يبق أنتظروا تموا من بعد اجتمع المجلس الوطني للحزب وتموا من بعد اجتمع المؤتمر وكلهم دعموا الحكومة صفي لماذا أنا جاءوا واحدين القبقاء يتدخلوا هنا وأخرى التعليقات الجانبية إلى آخر لا حاجة إليها لا حاجة إليها وحيانا في كثير من الأمور لا تؤثروا فيه ما يضطرش فيها لا حاضرونه مستقبلا وباش أسموه ثم أعضاء الحزب وما هذا شيء عندهم ثابت واضح ما فيش أسموه طبيعة الحال كان البرلمان نحتوى ليعطانا التقى يعطى التقى للحكومة فلذلك كان مؤسسات وابنوا أن المغرب مغرب مؤسسات فنحنا المؤسسات هي اللي كان نتزمو بها وبما أننا حزب على التنمية وأيضا حزب مؤسسات فعندهم مؤسسات دياله وكتقرر وكتأخذ القرارة ديالها بكل مسؤولية باستقلالية كاملة نعم سيدو الآن رمضان قرب بينك نسؤولك رمضان واش تتذكر في أول يوم في رمضان وكي عشته يعني الآن تبقى الله وصلت إلى هرم السلطة ورئيس حكومة ودعما تقول أن نرى اللي تيخدم داخل المؤسسة تيوصل لأنت كرئيس حكومة يمكن أن ترجع واحد لفترة ديال سنوات أول يوم ستة فرمضان أول يوم أوف ما عاقل جاليه ولا أيام أولا ديالرمضان غير واحد القضية أنا دبت أوت على واحد مسألة رمضان كان حول البرنامج ديال يكون فيه عادي بحال الأيام الأخرى من حيث العمال من حيث الأوقات وانتزام بها من حيث لماذا رمضان نعطيه عليه انطباع بأنه شهر لقلة العمل مغلتش نقول الكسل ما خصوش أعطيه هذا الانطباع والنوم أيضا أنا ركنت مؤسسة الحسن ثاني لأبحث العلمية والطبية حول رمضان واشتغلنا بزاف على العادات في رمضان بجانب الصحيف يالآخر يلتزم كمكان ينعز في الوقت بشي بدأ هذا الصهر طويل هذا بعد التراوح يريد أن بالتراوح ينعز بشي عاودي يفيق في الصحور يمكن يعاودي نعز بعد الفجر مدام الفجر طالعا شوية ولكن يفيق في الوقت يمشي للعمل في الوقت ويخدم العمل دياله ويرجع إلى آخر أنا كنظن بأنه يمكن للإنسان أن يعيش أيام مرضان رمضان كما يعيشه خارج أيام رمضان الناس اللي يتأثر في رمضان أكتر هم الناس اللي عندهم بعض العادات أولا الصهر طويل هذا ككرس للإنسان في النهار ديال رمضان ثانيا إدمان ديال القهوة اللي يشرب القهوة بزاف خارج أيام رمضان طبيعة الحال في الصباح موال في فطر بالقهوة ويكون عنده شوية مشاكل هذه في الأيام الأولى ثلاثة الأيام أربعة الأولى أو التدخين لا هو لأنه في الصباح ما يدخنش للآخر هذين الأمور يجب أن يستعد لها قبل لك شعله السنة الرسول أن الإنسان يصوم في شعبان لكي يستعد رمضان لكي يكون الإعداد لجسم الإنسان والعادة للصوم لكي لا يقع له التغير المفاجئ وهذه مسألة مزيانة تعاون الإنسان من نفس كيف تتقرش شوية لا لا نحن متابعين غير العمل الحكومي والأورش والسياسة في رمضان تتقل تتكتر أم تتكون عمل عادي لا بالنسبة الحزب العالي التنمية تكون عادية وبالنسبة للعمل الحكومي عمل الحكومي عادي 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 الزيارات من الخارج من الداخل وبمناسبة لكي لدينا علاقة مع أغلب الدول ماشي مسلمة وتالي ما عنداش هذا العائق فلذلك نحن نتعامله عادي كلمة أخرى السيد رئيس الحكومة إلى قراء ومجتبعي بيالبخيس أولا أنا أشكرك على هذه المناسبة اللي تحتليها ويتنو توجه المواطنات والمواطنين نقول لهم يمكن شي مرة يمكن شي مرة نغلطو شي غلط يمكن بعض الأوراش الاقتصادية أو الاجتماعية التأخر ولكن احنا عندنا إرادة قوية وعندنية صادقة باش نديرو جهدنا إن شاء الله بس نصل الأهداف اللي بغيناها كاملين هو أولا يكون يعاشق اقتصادي قوي باش نسبة المطلع يمكن نفرم نصب الشغل المواطنات والمواطنين لأن العمل هو المدخل الأساس الاستقرار والعيش الكريم بالنسبة المواطنات والمواطنين ولكن أي برنامج اجتماعي قدامنا نحاول ننفع به المواطنات والمواطنين وخصوصا الفئة الفقيرة والعشة والفئة المتوسطة وعندنا برامج جديدة أخرى وإن شاء الله نحن على الوعد وغادي نديروا جهدنا إن شاء الله لنطلعوا رزي البلدنا ونخدمون المواطنات والمواطنين نعم في نهاية هذا البرنامج لابد أن أقول الكريمة في حق السيد السعد العثماني تنعرفه منذ سنوات واللي عجبنا في هذا الرجل أنه بقي كما هو صادق صادق في الكلام دياله صادق في الخطاب وأيضا مخلص مخلص وغير ويمارس والسياسة بنبل وبصدق ثانيا السيد العثماني اليوم أكد أيضا أنه رئيس حكومة يعني من الوزن التقيل أنه القدرة دياله هو أنه ربما طابب النفس واستطاع أنه يقود حكومة في ظرف ماشي سهل في ظل هذا ما يجري في المغرب يعني التجادبات وخصوة في المغرب يعني تنشكرك مرتا ثانيا سيد رئيس الحكومة وتنتملك التوفيق الهدف دي نحن هنا وأننا نوصل المعلومة للمواطن ولكن هذا الشيء كامل في أننا لا يعني صوت ولا شيء يسمو فوق الأمن واستقرار المغرب والمغرب الحمد لله رغم هذا الشيء واقع فهو في الطريق طريق صحيح صحيح ومدام أننا عندنا مؤسسة ملكة قوية وعندنا حكومة منتخبة ديمقراطية هذه مكسب كبير عدنا إصلاحات وعندنا رئيس حكومة عارف فين غادي هذه كل المؤشرات تؤكد أن المغرب غادي بخطة ثابتة نحو المستقبل وإن كانت هناك بعض الكبوات بعض يعني التحديات وبعض السلبيات لربما أننا مستقبلا نقدرون على الجوها بنفس الإرادة عن السيد رئيس حكومة شكرا جزيلا شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر